برحب بكم في دورة Adobe Illustrator للمبتدئين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معاكم مصطفى مقرب برحب بكم في درس جديد من كورس Adobe Illustrator للمبتدئين في البداية قبل ما نبدأ الدرس انا نظمت لكم القناة شوية بحيث اي حد جديد معنا في القناة يقدر يوصل للفيديوهات بكل سهولة انت لما بتفتح القناة دي على الصفحة الرأسية او الهومبيج هنا بتلاقي دايما انا برفع اخر فيديو احنا بعمله دايما بيبقى هنا وهنا الانشطة الاخيرة او اخر فيديوهات وهنا برامج المونتاج هنا كورسات برامج المونتاج كلها بتقدر تدخل تتعامل معها هنا مراجعات لموادات التصوير تقدر تضغط عرض المزيد بحيث يدخلك على باقي الفيديوهات هنا لقاءات ملهمة واللقاءات اللي عملتها مع المبدئين في المجال بتاعنا هنا كورس Adobe Illustrator برضو بتضغط عرض المزيد علشان تشوف بقية الكورس هنا كورس Adobe After Effect هنا الكورس الخاص بازاي تبدأ في المجال واللي بتعرف فيه على ايه هي المجالات والتخصصات وفي نفس الوقت بنتعرف على بعض البرامج المهمة وايه وظيفتها وايه بستخدمها فيه وهنا كورس Adobe InDesign لتصميم الكتب والمجالات تقدر برضو تبدأ معاه وهنا كورس اساسيات Adobe Photoshop واللي دايما برجح انك لما بتبدأ الجديد في المجال لازم تبدأ بالكورس ده وهنا طبعا عملاق المونتاج Adobe Premiere ده شكل القناة لو انت شغال على الاصدار القديم من يوتيوب او الشكل القديم من يوتيوب هيبقى معاك بالشكل ده لو انت شغال على الاصدار الجديد من يوتيوب او الشكل الجديد من يوتيوب هيبقى معاك برضو بنفس التأسيمة بس مش هيبقوا جمع بعض هيبقوا تحت بعض بالشكل ده اهم حاجة عرض المزيد علشان تعرض بقية الفيديوهات في القايمة دي يلا خلونا بقى نبدأ في الفيديو بتاعنا تعالوا نمسح ديه والنهارده هنتعرف على اداة مهمة جدا واسمها image trace او ازاي بقدر احول صورة عادية او صورة راستر ليه فيكتور اقدر اتعامل معاه جوه في البداية تعالوا نجيب اي صورة واروح مثلا على file على place ومثلا اشهر الحاجات اللي انا بحتاجها في النواه ده مثلا المخطوطات انت عجبتك مخطوطة بضغط control ونقص علشان اصغر انت عجبتك مخطوطة زي دي بصغرها جدا دلوقتي دي صورة موجودة عندي انا عايز احولها لفكتور بعمل الموضوع ده ازاي انت بمجرد ما بتنزل اي صورة جوه ادوبي الستليتور بيظهرك فوق مجموعة من الخيارات وفيه خيار اسمه image trace image trace لما بفتحه جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده في عندي اكتر من خيار في عندي هاي و لو 3 color 6 color 16 color في عندي sketch art في عندي line art في عندي draw بختار انا او لو انت مش عارف بتوقع التجرب فيهم لحد ما توصل لنتيجة اللي انت عايزة او ممكن تضغط على image trace على طول من هنا واشوفه هو عمال لي ايه انا ضغطتها بالشكل ده فالريدي خلاص انا شايف الصورة قدامي كويسة معنى كده ان هو اختلي الانسب للصورة اللي انا عاملة بعد ما بتخلص ممكن تغير ممكن تروح هنا على ال default تفتحها ممكن تغير لأي خيار تاني حوضحها مع صورة تانية اهم حاجة بعد ما بتخلص بتقوله expand علشان يحولها لك لمجموعة من النقط زي ما احنا شوفنا مثلا لما بضغط على direct selection tool بلايه الصورة عندي اتحولت لمجموعة من النقط طيب بحزف فقا في خلفية بيضا بحزفها ازاي زي ما تعرفنا على shape builder tool بضغط عليها وبضغط على alt اللي ما شافش الدرس بتاعها يشوفه وبضغط في المكان الابيض وببدأ ان انا امسح بالشكل ده الاجزاء اللي فيها ابيض فبالتالي انا حولت الصورة بتاعي دلوقتي او المخطوطة اللي كانت فيها الصورة لشكل vector على ال stilator تقدر بقى ايه تتعامل معاه اكيد انك بتتعامل مع vector مثلا ممكن امسك point دي وتقدر بقى ايه تعدل فيها زي ما انت عايز تقدر مثلا تحذف تحدد مثلا دي وتقوله delete تقدر مثلا ايه نكبر النقط دي شوية ممكن نمسكها كده بالشكل ده يعني بتقدر تعدل فيها بالزبط زي ما تكون انت عاملها على illustrator ده اول شكل عندي او اظن دلوقتي وضحت ايه الفايدة من image 3 مش بس كده تعالوا نمسح كل ده delete بروح على file على place مثلا صورة زي دي دي اقوله place هنا بضغط ضغطة واصغرها شوية مثلا صورة زي دي الصورة عندي فيها الوان كتير فافضل خيار عندي ان انا هفتح image trace وبروح على 16 color وبسيب البرنامج بيعمل processing علشان يحول هالي من طبعا الموضوع ده بيبقى تقيل او على الجهاز طبعا هو دلوقتي يحول هالي او حول لي الصورة لشكل فيكتور او نقدر نقول لشكل الوان او مرسومة فبرضو انت بتحتاج الكلام ده كله نفس الفكرة بعد ما بتخلص بتقوله expand لو انت عايز تجرب مثلا في الستة color بروح بغير من هنا او معجبكش الناتج اللي حصل فابتعد تغير من هنا ده الستة color ده مثلا لو انا عملتها line art نشوف ال line art هتطلع شكلها عملت ازاي طبعا ما تنفعش مثلا لو انا خدتها على shadow and gray يعني بيجبلك الظلال واللون الرماضي بالشكل ده طبعا لو انا عملت expand بتبقى معاك الصورة فيكتور تقدر برضو تعدل فيها وتغير في الوان فافضل خيار دلوقتي ممكن اختار 16 color جميل بعد ما بخلص بقوله expand علشان يحول هالي نفس الفكرة برضو بروح على ال shape builder tool وبضغط alt علشان ادلت الخلفية او اخليها بدون خلفية بالشكل ده او بشيل اللون ده ايها بقت معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده طبعا شايفين انتو الرسومات دي كل دي اجزاء انت بتقدر تتعامل معايا انا لو قفت على الصورة بالشكل ده كليكي مين وقلت له on group او فكلي ال group بقدر بقى ايه كل حاجة من هنا بقدر اقف عليها تقدر تغير في الوانها تقدر بقى ايه تتعامل معايا وبيستخدموا الموضوع ده في الرسم بتاع الوشوش يعني مثلا انت عندك صورة لشخص عادي بتقدر تحولها كده وبتقدر انك تلون اجزاء من وشه او تغير وشه بتحوله لvictor ان شاء الله هبقى اتكلم عن الموضوع ده في درس ممفاصل طب النقطة المهمة تعالوا نرجع ctrl z انا عايزة group النقطة المهمة ازاي بقدر بقى اتحكم في الالوان في النوع ده من الشغل بتحكم فيه شايفين انتو الايكون الصغيرة دي او اللي احنا شرحناها قبل كده لما بضغط عليها دي بتعمل ايه دي بتجيب لي كل الالوان اللي موجودة في الصورة سواء هنا او في ال edit كل الالوان دي موجودة في الصورة عندي فبالتالي دلوقتي انا لو مثلا ايه انا لو اللون الاخمر الغامق ده اللي هو هتلاقوه في الاجزاء دي او في الاجزاء دي لو انا حابب اغيره في الصورة دي بروح هنا وبعدل في ال color بتاعه بصوا ايه اللي هيحصل انا هنا اخترت اللون ده فبالتالي عدلت في اللون ده مثلا اللون الاصفر انا عايز اغيره مثلا بشوف اللون وليكن ده مثلا انا عايز اغيره بالشكل ده اخليه اخدر ماشيه بشوف الدرجة التانية بتاعته نخليه مثلا باللون الاخدر فبالتالي انت بتتحكم في كل color في اللون اغيره 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 بالشكل ده او نخليه كده نفتحه شوية بالشكل ده فبالتالي انت بتقدر بقى ايه تغير في الوان الصوره بحيث توصل للشكل اللي انت عايزه وفي نفس الوقت برضه بالديريكت سيليكشن تول مثلا انا لو اخترت اغيره 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 بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا يارب يكون الدرس واضح ومفهوم وبالفعل الدرس ده هتحتاجوه كتير خصوصا معه زي ما تلك المخطوطات او الحاجات الصور احدية اللون بتقدر تحولها بكل سهولة لشكل فيكتور مثلا ايكون انت عايز ايكون معينة لزيتها من الانترنت فجاية مع خلفية فبتقدر انك تحول الايكون بدل ما ترسمها تقدر انك تحولها فيكتور بضغط زرار على الامج ترأس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشتركوا في القناة